الحمد لله رب العالمين وبعد ففي هذه الليلة ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من عام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصدق صلى الله عليه وسلم نأخذ درسا من دروس تفسير كتاب الله جل وعلا حيث نأخذ من تفسير سورة الكهف في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فإن الله جل وعلا لما ذكر قصة أهل الكهف وكيف أن أهل الكهف قدموا الآخرة على الدنيا وذكر ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون مع أهل الطاعة ولو لم يكن عندهم مال والتحذير ممن غفل عن الآخرة ولو كان عنده شيء من الدنيا ثم ضرب الله المثال للرجلين أحدهما أوتي من الدنيا ما أوتي فجحد نعمة الله ولم يستعد للآخرة فنزلت به العقوبة في الدنيا وتلك من عقوبات الأفراد ثم ذكر الله جل وعلا مثال الدنيا ومثلها بماء المطر الذي ينزل فينبت نبات الربيع ثم ذكر الله جل وعلا زينة الدنيا وأنها في المال والبنين وقد أشار الله جل وعلا في عدد من آيات هذه السورة إلى الاستعداد للآخرة فقال مرة إنا اعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وقال مرة أخرى يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مرة وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وحينئذ ذكر الله جل وعلا بقصة عدونا إبليس مع أبينا آدم عليه السلام حينما خلق الله آدم وجعله في الجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا له فامتنع إبليس وتعهد بأن يسعى في إغواء آدم وذريته فوسوس له وزين له أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله جل وعلا عن الأكل منها فكان هذا من أسباب إخراج الله جل وعلا له من الجنة وحينئذ حذر الله جل وعلا ذرية آدم من هذا العدو لألا يبعدهم عن الجنة كما أبعد أباهم آدم عليه السلام فيقول تعالى وإذ قلنا أي اذكر ذلك الموقف العظيم إذ قال الله جل وعلا للملائكة جميعا اسجدوا لآدم أي ليكن من شانكم أن تقوموا بتحية آدم وإكرامه بأن تسجدوا له على جهة التحية لا على جهة العبادة له فإن العبادة حق خالص لله فأمرهم أن يسجدوا لآدم فسجد فكان الأمر موجها لمن كان موجودا وبالتالي لما كان إبليس يتنسك ودخل مع الملائكة وأصبح معهم حينئذ فالأمر الموجه لمجموعهم يتوجه لكل من حضر فلما أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود امتثلوا إلا إبليس فإبليس كان من الجن والجن قد خلقت من نار وليس من الملائكة التي خلقت من نور ولكن الأمر لما كان متوجها إلى جميع الحاضرين لزم كل من حضر أن يمتثل ومن هنا كان من الواجب على إبليس أن يسجد لآدم تحية وإكراما له وتنفيذا لأمر الله جل وعلا إلا أن إبليس أبى ورفض أن يسجد لآدم ولم يمتثل أمر الله جل وعلا فبين الله جل وعلا حاله فكان من الجن وفسق عن أمر ربه أي خرج والفسق الخروج الخفي عن الشيء وفسقه عن أمر ربه بعدم امتثاله الأمر الذي جاءه من الله جل وعلا وقد جاء في عدد من الآيات أن الذي دعاه لذلك هو التكبر حيث ظن أنه خير من آدم فكيف يسجد له ولم يعلم بأن السجود امتثال لأمر الله جل وعلا وحينئذ حذرنا الله جل وعلا من هذا العدو فقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فإبليس وذريته أعداء لنا يريدون الشر لنا ويريدون أن يغووا بني آدم وأن يبعدوهم عن أعمال الخير والطاعة لألا يعودوا إلى دارهم الأولى جنان الخلد ولذا قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء أي هل تصادقونهم وتجعلونهم أولياء ترجون منهم الولاية والنصرة والتأييد وأن يقفوا معكم من دون الله جل وعلا والكون كله بأمر الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فكيف يترك العبد ربه ومولاه ويتجه إلى عدوه ولذا قال بئس للظالمين بدلا أي ساءت العاقبة وساءت الحال لأولئك الذين ظلموا باتخاذهم الشيطان وليا بدلا أن يتخذوه عدو وكيف تركوا ولاية الله من أجل أن يوالوا عدوهم الشيطان الرجيم فكيف بدلوا أحوالهم ثم قال تعالى على جهة الاستدلال لكون هذا العدو لا يصح أن يعبد ولا يصح لتلك المعبودات من دون الله أن تصرف لها العبادة فقال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض أي حينما خلقت هذه الأرض التي تحت أقدامكم لم يكن أحد منهم حاضرا ولم يأتي بهم الله جل وعلا ليروا كيف خلق الله الأرض والسماوات وهكذا هذه السماوات العالية ببنائها المحكم لم يشهد أحد من خلق خلق هذه السماوات بل لم يشهد الله جل وعلا هؤلاء على طريقة خلقه لأنفسهم فهم لم يخلقوا أنفسهم بل لم يحضروا حينما خلق الله أنفسهم وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتخذون أوليا من دون الله جل وعلا ثم قال وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذُ الْمُظُلِّينَ عَضُدًا أي بأن هؤلاء المظلين من الشياطين والذين يبعدون الناس عن الحق لم يكونوا أعوانا لله جل وعلا وبالتالي كيف يتخذون أولياء ثم ذكرهم ما يكون يوم القيامة حيث يتبرأ هؤلاء الظلمة بعضهم من بعض ومن ذلك الآلهة التي تعبد من دون الله تتبرأ من من عبدها فقال تعالى وَيَوْمَا يعني أذكر يوم القيامة في ذلكم اليوم يقول الله عز وجل نادوا شركائي أي أطلبوا من هؤلاء الذين تزعمون أنهم شركاء لله أن يحضروا وأن يدافعوا عنكم نادوا أي اطلبوا منهم الحضور شركائي يعني من تزعمون أنهم شركاء لله فتعبدونهم الذين زعمتم يعني أنهم ليسوا بشركاء حقيقة لا في الملك ولا في العبادة وحينئذين ذهبوا يطلبونهم وفدعوهم فلم يستجيبوا لهم فوطلبوا منهم أن يحضروا عند الله جل وعلا ليدافعوا عنهم وليذودوا عنهم إلا أنهم رفضوا ذلك النداء ولم يستجيبوا لهم وحينئذ فرق الله جل وعلا بينهم بأمر مهلك ألا وهو نار جهنم فقال فدعوهم أي طلبوا منهم الحضور من أجل أن يدافعوا عنهم فلم يستجيبوا أي لم يحضروا بناء على دعوتهم وحينئذ جعل الله جل وعلا بينهم موبق أي سببا من أسباب الهلاك التي يهلكون بها في ذلكم اليوم العظيم رأى وشاهد المجرمون الذين لم يستجيبوا لأمر الله نار جهنم فظنوا أي تيقنوا وجزموا بأنهم مواقعوها وأنهم سيلقون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا أي لم يجدوا طريقا يصرفهم ويبعدهم عن نار جهنم وإنما الطريق إليها وقد كان الله جل وعلا عرض لهم في القرآن طرائق يستطيعون بها أن يبتعدوا عن نار جهنم ويجدوا بها مصرفا يصرفهم عن النار إلا أنهم لم يستجيبوا لها في الدنيا ولذا قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أي عرضنا بصنوف العرض على الناس في هذا الكتاب القرآن العظيم أمثلة كثيرة من أجل أن تكون سببا من أسباب هدايتهم لكنهم لم يمتثلوا لها وما كان منهم إلا المجادلة بالباطل من أجل زعم أن هذا الكتاب لا يشملهم بأمره ولقد صرفنا أي أوجدنا طرقا تتصرفون بها توصلكم إلى النجاة في هذا القرآن يعني الكتاب العظيم للناس من كل مثل كما ضرب مثال أصحاب الكهف وكما ضرب مثل الرجلين وكما ضرب مثل الدنيا من أجل أن يكون ذلك سبب من أسباب اتعاضكم واستجابتكم لأمر الله جل وعلا إلا أن الإنسان كان أكثر شيء جدلا والمجادلة المخاصمة والمناقشة وقد ذم الله جل وعلا الجدل هنا إذا كان يراد به ردوا دعوة الحق وعدموا قبول داعية الهدى ولذا لم يستجيبوا لما في القرآن من أدلة عظيمة وما ذاك إلا أنهم قد آتاهم الله جل وعلا الجدل فكان هذا من أسباب تركهم للاستجابة لدعوة الحق ثم بيّن الله جل وعلا سبب من الأسباب التي دعتهم إلى عدم الإيمان فقال وما منع الناس أي إن الذي منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يعني أدلة الحق ويستغفروا ربهم من الذنوب والمعاصي التي فعلوها إلا أنهم طالبوا بأن تأتيهم آيات وعلامات كما أوتي أنبياء الله السابقين فطلبوا أن تأتيهم سنة الأولين بإنزال العقوبة على المخالفين أو يأتيهم العذاب قبلا أي أن الذي جعلهم لا يستجيبون أنهم يطالبون بأن يأتيهم العذاب من قبل وجوههم حتى يشاهدوه ويقتنعوا به وهذا من ضعف عقولهم إذ إذا نزلت العقوبة فلن يستطيعوا حين إذن أن يلتفتوا إلى دعوة الحق ولو قدر أنهم استجابوا فإنها تلك الاستجابة لا تنفعهم وبين الله جل وعلا أن إنزال العقوبة والإيتيان بالآيات هذا إلى الله سبحانه وتعالى وأما الرسل فمهمتهم البشارة والنذارة ولذا قال وما نرسل المرسلين أي أن الأنبياء والرسل عليهم السلام لهم مهمة ألا وهي البشارة والنذارة فيبشرون من أطاعهم ويبينون له حسن العاقبة وفي نفس الوقت ينذرون من خالفهم من سوء العاقبة لمخالفتهم شرع رب العزة والجلال فهذه مهمة أنبياء الله البشارة والنذارة وأما الإيتيان بالمعجزات والآيات أو إنزال العقوبات فهذا إلى الله جل وعلا ثم بيّن سبحانه أن جدل المبطلين لا ينفع شيئا بل يعود عليهم بالضرر ولذا قال ويجادل الذين كفروا بالباطل أن يردد الكلام على جهة المناقشة والمحاورة بحجج باطلة فيها تلبيس وإظهار للباطل بغير صورته الحقيقية وما ذاك إلا أنهم أرادوا أن يزيلوا الحق وأن يبعدوا الناس عن القناعة به وهذا معنى ليدحظوا أي الدحظ محل الزلقي الذي يسقط الإنسان فيه ويتدحرج فكأنهم أرادوا أن يأتوا بالباطل فيناقش الناس به من أجل أن يسقطوا الحق ويزيلوه عن طريقهم ولذا كان من شأنهم أنهم اتخذوا آيات الله جل وعلا وما أنذروا هزوا أي لم يكن شأنوا هؤلاء المعرضين إلا التكبر عن الحق واستنقاص أهله والسخرية والاستهزاء بهم وبالتالي بينا أن هذه الطريقة طريقة ظالمة غير عادلة فقال ومن أظلم أي لا يوجد أحد أشد ظلما واعتداء وإيذاء من شخص ذكر بآيات ربه فعرف بهذه الآيات ووضحت له سواء كانت الآيات الشرعية كآيات القرآن أو الآيات الكونية التي يستدل بها على الله جل وعلا لكنه أعرض عنها أي لم يلتفت إليها ولم يلقها لأباله وحينئذ نسي ما قدمت يداه فلم يعد يستحضر أنه قد أقدم على معاص عظيمة شنيعة ثم بين جل وعلا السبب الذي جعلهم لا يستجيبون لدعوة الحق ولا يؤمنون بآياته فقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي أن قلوبهم قد غطيت بالأكسية الغليظة الشديدة التي لا يمكن فتحها وبالتالي كيف يستجيبون لدعوة الحق ونسي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه فهم وإن سمعوه لكنهم لا يتأملون فيه ولا يتفكرون وفي آذانهم وقرا أي أن الله قد جعل في آذانهم صمما بحيث لا يسمعون الأصوات سواء كان عدم سماع حقيقي أو عدم سماع ينتفع به قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لو قدر أنك استمريت في دعوتهم والطلب منهم أن يؤمنوا وأن يهتدوا فإنهم لن يستجيبوا لطلبك ولن ينقادوا لدعوتك فلن يهتدوا إذن أبدا ثم قال وربك أي هذا الإله الذي ربك بنعمه ووالى عليك الخيرات وأنزل عليك أنواع الفضائل وهو الغفور الذي يتجاوز عن الذنوب ذو الرحمة الذي يرحم العباد في أمور دنياهم وأمور آخرتهم لو يؤاخذهم أي لو عاقب الناس بسبب ما فعلوه من الذنوب لعجل لهم العذاب أي لأسرع عذاب الله إليهم ولم يتأخر عنهم لكن الله جل وعلا له حكمة فهو يؤخر أهل المعاصي ويمهلهم لعل ذلك أن يكون طريقا لتوبتهم لله جل وعلا وسبيلا من سبل من سبل رجعتهم إلى الله جل وعلا ولكن ذلك لا يعني أنه لن تنزل بهم العقوبات فإن الله جل وعلا قد جعل لهذه العقوبات مواعيدا وأزمن لا تتأخر عنها ولذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا أي هناك يوم عظيم يقدمون فيه على الله وحينئذ لا يستطيعون الهرب ولا يجدون من يأويهم ويقوموا بحمايتهم ثم ذكر الله جل وعلا بالعقوبات التي نزلت بالأمم السابقة فقال سبحانه وتلك القرى أي ألم تسمع أخبار القرى الأخرى التي جاءت كأخبارها وكان مشانهم أن الله أهلكهم لما ظلموا أي أنزل بهم العقوبة التي تستأصلهم ولا تبقي منهم أحدا بسبب أنه قد وجد لديهم الظلم ولعل المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر الأشد ألا وهو الشرك بالله عز وجل ولكن قال تعالى وتلك القرى أي هذه القبائل التي ذكرت لك وغيرها من القبائل أهلكناهم أي أن الله قد أنزل بهم العقوبة بسبب ما لديهم من الظلم وأعظمه الظلم في حق الله تعالى بصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى قال وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا أي أننا قد وضعنا لموعد الهلاك موعدا لا يقع لا يقع فيه اختلاف ولا نزاع بين الناس فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة ولعل يعرضوا إلى شيء من أحكامها وحكمها وفوائدها فمن ذلك بيانوا أن الشيطان إبليس عدو لبني آدم وأنه يحاول أن يزيل الناس عن التوحيد والطاعة وفي هذه الآيات أن السجود لآدم كان واجبا على الملائكة وعلى إبليس وعلى إبليس ولكن إبليس أبى والسكبر وفي هذه الآيات بيانوا أن إبليس من الجن وليس من الملائكة فهم الذين خلقوا من فهم الذين خلقوا قال وفي هذه الآيات خوف الإنسان من معصية الله جل وعلا لألا تكون سببا من أسباب اتصافه بوصف الفسق وفي هذه الآيات أن أولاد الإنسان يعينونه على ما ينتفع به في دنيا وأخرى وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يطلب النصر من أحد من الخلق وإن طلبها فإنما يطلبها من أهلي الإيمان وفي هذه الآيات التنبيه على أن المؤمنين ينبغي به من يتخذ بعضهم بعضا أصدقا واخلا وفي هذه الآيات بيان سوء عاقبة من بدل طاعة الرحمن بطاعة الشيطان وفي هذه الآيات أن الله لا يقبل الشركة في النصرة والولاية فالله جل وعلا هو النصير وهو سبحانه الولي الحميد وفي هذه الآيات بطلان عبودية من عبد من دون الله جل وعلا ببيان أنهم لم يشاهدوا خلق أنفسهم ولا خلق السماوات والأراضين وأن هذه المعبودات لا يمكن أن تكون معينة لله فإن الله هو القوي القادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات التذكير بأهوال يوم القيامة والاستعداد لها وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء فإنه قال ويوم يقول والقول هنا فعل المضارع مما يدل على أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام وفي هذه الآيات جواز التنزل مع الخصم في المجادلة والمحاجة من أجل إقناعه بالحق ولذا قال هنا نادوا شركائي الذين زعمتم وفي هذه الآيات أن المعبودات من دون الله تتبر ممن عبدهم يوم القيامة وفي هذه الآيات شدة حر نار جهنم وحرارتها ولذا حذر المجرمون من أن يكونوا من أهل النار وغلب على ظنهم بل تيقنوا أنهم سيكونون من أهلها وفي هذه الآيات عظم منافع القرآن وكثرة فوائده وما فيه من التوجيهات العظيمة والحكم النادرة ما يجعل الإنسان يقف عنده متحيرا لا يهتدي إلا به وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على العباد بأن صرف لهم الأمثلة التي تقرب لهم المعنى وتعينهم على طاعة الله جل وعلا فيه وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من أن يكون من المجادلين بالباطل وفي هذه الآيات أن نزول العقوبات والآيات إنما يكون لحكم يراها سبحانه والغالب أن من نزلت به الآية فلم يؤمن بها نزلت به العقوبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاني بهم لعل الله أن يهديهم أو أن يخرج من أصلابهم من يفعل ذلك وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يسلك طريق الهداية وأن يسأل عن جميع أفعاله ما أحكامها في الشرع وفي هذه الآيات استحباب الاكثار من الاستغفار وهو من الأعمال الصالحة وفي هذه الآيات أن طلب المشركين نزول آية عليهم طلب جائر فالمعول عليه فيما ورد من آدلة وبراهين تدل على كلام هؤلاء وفي هذه الآيات أن الأنبياء والرسل لا يتصرفون في شيء من الكون وإنما التصرف فيه عند الله جل وعلا ولذا قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وفي هذه الآيات النهي عن الجدال بالباطل والمناقشات العقيمة التي لا ثمرة لها ولا فائدة وفي هذه الآيات أن أهل الباطل إنما أرادوا بمجادلتهم الاستهزاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وقوله هنا إلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين بيانوا أن من سنة الله بالكون أن ينزل بهم العقوبة متى خالفوا أمره وفي هذه الآيات شدة ظلم أولئك الذين يذكرون بآيات الله ثم يعرضون عنها وينسون ما حصل منهم من أفعال في الدنيا وفي هذه الآيات النشان المبطلين يعود إلى أمرين أولهما الاستهزاب الحق وثانيهما تكذيب أهل الحق وفي هذه الآيات أن من أعظم الناس ظلم ومن أكثرهم قلة في الفقه في الفقه فهؤلاء إذا جاءهم المذكر فذكرهم بالله عز وجل تنبه سريعا وفي هذه الآيات التحذير من الإعراض عن القرآن وعن آيات الله جل وعلا بحيث يخشى على من هجر القرآن من العقوبة الشديدة وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يستحضر الآخر في كل عمل يريد أن يعمله وفي هذه الآيات ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الهداية وفيها أن العبد ما تقدر له هداية فإنه يهتدي ولو ولو عاش أول حياته في غير ذلك وفي هذه الآيات الترغيب في الهداية وأن وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يهدو الخلق وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا ينزل العقوبات على ابن آدم نتيجة فعله للمعاصي والسيئات وفي هذه الآيات بيانوا أن الأمم السابقة قد هلكوا وأن سبب هلاكهم الظلم الذي أقدموا عليه فقال وتلك القرى أي أنت تسمع بقرى من حولك لهم موعد أي لهم وقت محدد تطلب منهم أن يؤمنوا لن يجدوا من دونه ملتحدا لن يجدوا من دونه موئلا أي لن يجدوا طريقا يتمكنون به من الهروب ثم قال تعالى وتلك القرى أي التي مر ذكرها أهلكناهم أي أنزلنا بهم العقوبة وذلك بسبب أنهم ظلموا قال تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا أي أن الله جل وعلا قد تفضل على المهتدين بأن جعل لهم موعدا تنبعث فيه أجسادهم أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين وأن يصلح أحوالنا وذرارينا برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين